صباح الخير أهلاً وسهلاً بكم اليوم السبت 18 كانون الأول 2021 في هذه الرياضة استعداداً لعيد الميلاد أريد أحكي لكم اليوم عن علاقة عيد الميلاد بالنور يمكن أن تبهتم بالصلاة التي قلناها قبل شوية بالكنيسة بالقراءة الرسالة من الماريوحنى الرسول يقول هذه البشرة التي سمعناها منه ونحملها إليكم هي أن الله نور لا ظلام فيه فإذا قلنا إننا نشاركه ونحن نسلك في الظلام كنا كاذبين ولا نعمل الحق أما إذا سرنا في النور كما هو في النور شارك بعضنا بعضاً ودم ابنه يسوع يطهرنا من كل خطيئة رغم أن هذه الكلمات كنا سمعناها كثير بس اليوم رح أشوف لكم هي من زاوية كل شيء خاصة حتى نفهم أي نور يعني ماريوحنى والإنجيل كله من يسوع يقول أنا نور العالم أنتم الملح أنتم النور أنتم الخميرة فالنور عنده أهمية تاريخ البشرية بحيث انعبد كإله ونحن نعرف بأنه مصدر النور اثنين كان يصورون أنه النور يجي من الشمس ويجي من القمر ولهذا بالفصل الأول من السفر التكوين بالخلقة يقول الله خلق النيرين خلق الشمس وخلق القمر عبدوا الشمس وعبدوا القمر لأنه واحد يضوي بالنهار والله يضوي بالليل الحضارات مالتنا بلاد ما بين النهرين كلهم عبدوا الشمس بالموصل من تروحون من الموصل نحو الشرق إلى إلى أربيل أكو باب شمش باب الشمس المصريين خلال ثلاث تلاف سنة عبدوا الإله رأة اللي هو إله الشمس ف ما بسهم كل الشعوب تقريبا عندنا بالبلاد الإسكندنافية أيضا عبدوا الشمس وخاصة هي المساكين الشمس كلش قليلة عندهم ستة شهر ليل وستة شهر نهار إيران أيضا الحضارة الإيرانية العريقة اللي دامت أكثر من ألف سنة كأمبراطورية عبدت الشمس وفرضت عيد الشمس نوروز نوروج الشمس الجديدة يعني أكو كلمة روج هي شمس وهي أيضا نهار عبدوا الشمس الجديدة شمس الجديدة كانوا المصريين يخافون لا يكون من تغرب الشمس لا تطلع مرتلخ فكانوا الكهنة يبكون وينوحون في المعابد يلا لا تزعلين يا شمس تعالي طلعي من جديد ومن تشرق الشمس كانوا يعملون احتفالات كل يوم كل يوم كل يوم يعملون احتفالات بهذه الشمس الشارقة لما جدت المسيحية جدت المسيحية وشافت بأنه هل قد شعوب تأبد الشمس قالوا يا جماعة هذه الشمس ما هي الأصلية أكو نور آخر حتى بالكتاب المقدس سفر التكوين خلق الله النور وبيوم الثالث يخلق الشمس والقمر فكثير من الناس يقولون هاي غلطة يعني وينكوا نور بدون شمس وكثير من المفسرين شافوا بيه نور من نوع آخر ولهذا ادنا ديانة ديانة سادت هاي المنطقة وانتشرت على شكل ديانات متنوعة هي الديانة الغنوصية الديانة الغنوصية من بقاياها هي الصابئة المندائية مندى باللغة الأرامية الجنوبية هي مذعى المعرفة المعرفة شمس المعرفة نور المعرفة فأكو معرفة هي اللي تنور الطريق هذه المعرفة بالحقيقة راح تستمر دائما خلف الكواليس بالديانات حتى داخل المسيحية راح يركزون على المعرفة ورح يتمدون على بعض الآيات بالكتاب المقدس مثل يوحن يقول والحياة الأبدية هي أن يعرفوك يا أبتي يعرفوك فوقعنا في نوع من التركيز الزايد عن نور نور المعرفة حتى القرن الثامن عشر الأوروبيين سمونه عصر الأنوار يعني عصر الفلسفة ونور الفلسفة والمعرفة إلى آخره وأكو جماعات مسيحية متطرفة أخذت من اليهودية هذا التركيز على النور بأن يسوع جانا حتى يقل لنا معلومات عن الله وهذه المعلومات هي بالإنجيل ولهذا كثير ناس يقولون أنا يكفيني المعلومات الموجودة بالإنجيل ما عندي علاقة بغير شيء وهذا اللي هذا اللي ينسمينه تجربة لا تدخلنا في التجربة تجربة التجربة اللي وقعنا بيا واللي دائما نقع بيا هي أنه نعتبر الديانة معرفة فواحد يقول ليش ما تجي على القداس يقول كل شيء أعرف أنا كنتي سمعتونه القداس ألف مرة فالمعلومات اللي بينوا أحرفها أش حاجة أجي على القداس هذه المعرفة في اليهودية أخذت جانب التطرف فصاروا قسم من الناس يسموهم فريسيين ليش لأنه يعرفون أش لازم يسوون حتى حتى يتقربون من الله لازم يصوم لازم يصلي لازم يتصدق ويحكي بالإنجيل في قصة الفريسي والعشار يقول أصلي أصوم وأتصدق هذا العشار جاهل كل شيء ما يعرف بس يقرف فرد شيء أنه الله حنون فيقول كان يقرع صدره ويقول ربي ارحمني أنا الخاطئ الحق أقول لكم هذا العشار خرج مبرورا مبرورا أما ذاك فلا إذن يسوع بدأ يضرب يضرب الهراوة ماله على القطب اللي اعتمد علينا هو قطب المعرفة وهذه التجربة موجود بينا بحيث احنا ايضا في مراحل عديدة من المسيحية سقطنا في هذه القطب ما المعرفة يعني اللي يروع الكنيسة والشماس وهي ما دام يعرف هذا يعرف يعني هذا اقرب الى الله مني بينما يسوع يقول هذا ما صحيح هذا ما صحيح ولهذا كل يعني كل تطرف ورانه معرفة مربولوس كان في الريسي كان متطرف وهذا التطرف قادوا الى افطهاد المسيحيين لانه مقتنع بعقله اخذ اوراق من رؤساء الكاهنة وراح لدمشق حتى يلزم المسيحين ويذبن بالسجن المعرفة اذا نور لكنه هذا النور ممكن يكون يعمي القلب يكون ظلام لانه المعرفة مالتنا بالقرن بالقرن العشرين قادتنا الى حروب منه سوى الحروب مع القرن العشرين علماء منه سوى القنبلة الذرية علماء منه يصنع الاسلحة اللي بيعوها للشعوب الفقيرة البائسة مثل هسا اثيوبيا الحرب اللي دا تصير بين تيغري وبين الاثيوبيين علماء ما بقى الحرب هي بالسيف وبالمعلاء هذا مثل داود لا الحرب هي حرب معرفة وهسا ما كو حاجة تضرب قنبلة على بلد بس خربط الكمبيوترات مالته وكل شيء يصير صفر فهذه المعرفة ما ممكن تكون هي النور الحقيقي اللي احنا نؤمن بينه بانه النور الحقيقي الاتي الى العالم كان مربولوس في في تطرفه كان يصور انه الشريعة هي الله لانه الله ما حد يشوفه فمنه منه يعرف الله الا من خلال الشريعة فاذا الشريعة مقدسة وهذا كل الفريسيين كانوا يتناقشون ويا يسوع بسبب قدسية الشريعة قدسية السبت السبت مقدس بحيث لها الساعة المتطرفين اليهود ما يصير يعلق نار ما يصير يضبخ ما يصير يمشي اكثر من كم خطوة ما يصير ما يصير هذه هذا المعرفة تصير خانقة لأصحاب هذه بحيث مار بولوس في الرسالة الى اهل روما في فصل الثمانية اش يقول يقول كنا عبيدا للشريعة يعني القانون الله يقول هالشكل خلاص ما بيانقاش وكل الزمان وكل الديانات بي عبيد للشريعة حتى نحن كل وسواسي هو عبد للشريعة يعني هذا انا مقتنع ولهذا كثير ناس من يحكون عن القناعات كأنه هي قياسية ابد ما قياسية اكو واحد مقتنع بانه الكورونا ما يصير ياخذ لقاح مقتنع هو اش نقول هاي حرية شخصية لا بس هذا رح يقتلني اذا اقترب مني هذا شاي الويروس كورونا يعني اكو اشياء القناعات مقياسية رح نشوف شلون الشريعة ما هي مقياس ولهذا ايضا يوحن نفسه في بداية الانجيل بالفصل الاول يقول لان الله بموسى اعطانا الشريعة اوكي اشنع الشريعة مدة طويلة لكن اما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق كل رياضتنا اليوم مبنية على هالكلمة اشني اشني النعمة واشن الحق اشني الحقيقة اشني الحقيقة هي الحقيقة اللي اقبل في داخلي ولهذا عيد الميلاد هو عيد التجسد مثل مثل ما يسوع صار متجسد في مريم وهو الكلمة هالشكل حقيقة الله تتجسد في داخلنا ككلمة والقداس مهم جدا ان نجي من البداية يزعل ابونا قيس من يجون متأخرين يريدون يتناولون حقه لانه اذا ما تناولت باذنك ما بينوا معنى تناولك بثمك تناول الاذن على طريقة مريم هو التناول الاول والحقيقي اللي يكتمل بالتناول بالخبز وهذا القداس هو هو عبارة عن دخول النور من الخارج الى الداخل دخل كلمة الله في مريم ولهذا لما وحده مرأة تصيح تقول له طوبة للبطن الذي حملك وللثديين الذين ارضعاك يقول لا طوبة لمن يسمع كلمة الله ويحفظها صلح الخطأ السائد الشائع انه يكفي بانه انا استقبل يسوع بطريقتي الخاصة انا ما اروح البيعة لكن انا الصبح اقوم واصلي واقول فلان شيء واقول هاي بطريقتي الخاصة لا ماكو طريقتك الخاصة انا اكل ثوم حتى كورونا لا تطخني ماكو شعوذات شقد عدنا مشعوذين بالطب شقد عدنا سحرة بالطب شقد عدنا ناس غشم يصدقون ايمال يقرأ باذنهم وخاصة هسا المواقع التواصل الاجتماعي هلكتنا وكثير من الناس ماتوا بسبب جهلم ما انتبهوا الى خطيئة التجربة هاي التجربة انه لازم يشرق الله بينا يدخل في اعماقنا اذا كان الله خارج عننا مثل الشمس الطبيعية والبرد مسحوبة انا ما استفيد من الشمس ما استفيد منا في احد الكتب المنحولة يقول لا تشرق الشمس على العميان لهم ما يشوفوه فاما اذا الشمس صارت بداخلك اشرقت بيك هالشكل اشرقت على عقلك فراح تفتهم واشرقت على قلبك فراح تهب واشرقت داخل عيونك بحيث عينك تصير شمس سراج الجسد العين فاذا كانت عينك نيرا يكون جسدك كله نيرا فاذا اكو اشراقات بينا اشراق على العقل واشراق على القلب واشراق على العين الشون انا اسلط يعني هاي طبيا ما صحيحة انه العين بيضو ما هي تورشلايت العين بالعكس تستقبل الضو وتحلل وتقلب الصورة وإلى آخر لكنه هذه بيلاهوت لهوت عميق احنا اليوم بحاجة له حتى نفهم الشون الشون يقل لك حب وحكي وبغض وحكي يعني شون تباوع على الآخر الام تباوع على طفلة بهذا السراج ما العين تشوفه غير شكل ما مثل ما انتم تشوفون عجي ووسخ ووسخ ومخطاط ونازلة وإلى آخر لا هذا الطفل أمه تشوفه غير شكل تشوفه أحلى شيء بالدني زين حكينا عن الشريعة حكينا عن تطرف بولوس واهتداء إلى يسوع النور لكن لازم نعرف بأنه هالجزء صغير من العالم اللي كان فلسطين يسوع ماربولوس التلاميذ خارجه أكو كم هائل من الديانات اللي كانت تؤمن بالأساطير هذه الأساطير هي فريتشي أوسع مما تتخيلون يعني آباءنا الأكاديين والأشوريين والبابليين والسومريين والمصريين كلها الحضارات وروحوا للهند وصعدوا إلى سيبيريا كلها هذه الشعوب كلتها عاشت على الأساطير على مدى آلاف السنين وكانوا يعتبروها هي المقياس هي المقياس وكانوا أجدادنا البابليين اخترعوا الأبراج الاثنية عشر برج الدلو برج الحوت برج الأساد هالأبراج اللي ليها هالساعتها المجلات اللي عندها صفحة الأبراج مبيعات أكثر هي لكن هاي الأبراج هي عبارة عن تخيلات وأساطير فجافت شخص عندنا هون بالعراق سنة 250 ولد سنة 250 ميلادية كان اسمه ماني ابن فاتك أسس ديانة اسمه المانوية أش عمل هذا هذا مثل ماربولوس ماربولوس أخذ الشريعة بالبداية عملها هي النور هي القياس ماني أش عمل قال أخذ الأساطير وأترجم إلى ما قالوا يسوع يعني اعتمد على الغنوصية واعتمد على البوذية واعتمد على اليهودية وأخذ من موسى سوفت طبخة قرزنقي خلطة من هاي لتعجبك وهاي الديانة هل قد كانت مرتبة وذكية وماني كان عنده فتصيفة قليل من الأنبياء عندهم كان موسيقار كان يكتب أغاني وتراتيل واشتهر في بداية حياته اشتهر وكان انتشر الديانته هون قريب من أعماره داخل إيران بثلافات قندي شابور وبدأ بدأ يصير عنده أدباع وتلاميذ والمسيحيين حسوا بأنه هو خطر هو خطر عنده تليفون خليه يطلع برا يحكي برا حسوا بأنه خطر ليش لأنه قسم من المسيحيين صاروا مانويين وأشهر مانوي هو مارو غسطينوس أمه مسيحي أبونه وثني كان يعيش في الجزائر حاليا طاقوستا بين عمر تساطعش وثمانية وعشرين سنة صار مانوي منطقية ديانة بيها 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 تفكير بيها عقل بيها تفسير للأساطير طبعا هذه الأساطير لا تتخيلون هي خرافات لا لما نقول أسطورة ما يعني خرافة قضيت حياتي أدرس الأساطير الأسطورة ما كذب أصلا كلمة أسطورة ما أخوذها من استوريا بالفرنسي كلمة واحدة استواغ بس بالانجليزي قسموها قسمين قسم يقولون ستوري يعني قصة وهيستوري يعني تاريخ فإذا أشني الأساطير هي هي تاريخ قصص تاريخية أغسطينوس كان ذكي وخاصة بنك بنك شبابه من 19 إلى 28 يضحك على أمه مونيكا أمه كان تصلي من أجله تروح تبكي بالكنيسة تقول هذا ابني كنت أغتر بالمعرفة المعرفة الكاذبة ما كان كان تحاول تحكي معانه ما كان يفيد لأنه هو فيما عنده وكان استاذ مدرس ومدرس لغة الرومان باللاتيني كان يدرس ويعرف يوناني فلما راح لإيطاليا راح لميلانو وهون كلتقى بفد مطران هم عجيب كان ضابط مع الشرطة وجبرون ويصير مطران أمبروسيوس فسمع كرازتو فتر عنده تديلكو فتر عقله قال هذا هذا أشو طخني لأنه أمبروسيوس فكك مشكلة الأساطير مثل ما بولوس فكك مشكلة الشريعة أنا أريد هاليوم أجيب لكم تيارين ثنين نقع بهم ثنين إما نسوي مسيحية شرائعية أو نسوي مسيحية أسطورية مثل قصص مع الأطفال نحكي للأطفال حتى ينامون فأش صار عندنا صار عندنا إذن مثل سكة قطار العالم حتى اليوم العلماء حتى اليوم الفلاسفة حتى اليوم فرويد جاء أخذ أسطورة أوديب وعمل عليها بناء محكم ما العلم النفس كل العلماء يشتغلون على الأساطير لأنه يبدمنا هس إذا تعصرون دمنا يطلع منه أساطير حكايات ليلة والذيب لو يجون كثير علماء قريتولهم حللوا الأساطير شافوها أنه هي ليش يعجبوا ليش يعجبوا الطفل هالقصص أفلام كارتون تحولت هذه القصص إلى إلى أفلام كارتون ليش لأنه هذه الأساطير نموذجية 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 سمعوني مليح مثل هذا الطفل نموذجي منه اكتشف النماذج فدعالم سويسري تلميذ فرويد قبل 90 سنة أش لاحظ بالعالم لاحظ أنه الإنسان تمشين النماذج أنتم نموذجكم منه من كنتم صغار مثل هذا الطفل بابا النموذج ليش الأولاد من يتعاركون بالشارع يقول له نعلبوك ليش ما يقول له نعل أنت لا يقول له نعلبوك يسبوا بالنموذج ماله انتماءاتنا نموذجية الله مالنا ما هو الله هو النموذج فالأساطير هي نموذجية وهالشكل أشي يصير بالديانة مثل ما يقول يسوع في إنجيل متة 13 أكو مثل الزيوان والحنطة يقول يختلط الزيوان تعرفون أشنو زيوان هي حنطة سوداء كاذبة مرة ما تنكل ما ينكل زيوان ما ينجتي بثمكم زيوان يتخرب كل القوصة فيسوع يقول في هذا المثل يقول بالليل جاء واحد زرع زيوان وجوع صاحب الحق قال له يا أبا منين لك هذا الزيوان منين جاء قال واحد شرير جاء بالزيوان فهالشكل يختلط النور بالظلمة والحنطة يختلط بالزيوان والأحسن أحسن متدين يصير متطرف نحن العكس نسمينه اهتداء لكن عكس الاهتداء هو أنه بدأ مليح وش ولد ربونه مليح بالبيت وعلمونه بس أصدقاء السوء أخذونه كمراهق وخرب وراح من ليد مثل أغسطينوس بس أغسطينوس رح يرجع رح يرجع ورح يكتب عن أمه ولهذا عملوا فاتفلم علينا على أغسطينوس قبل كم سنة سمونه ابن الدموع أغسطينوس ابن الدموع يقول دموع أمي هي اللي جابتني هي اللي خلصتني منيش خلصتوا يعني احنا هون بهذا العيد ما الميلاد لازم نجي نجي نفكك معنا كلمة خلاص لأن نسمونه يسوع من أول ما ولد يعني مخلص هسألوا تسألون بعضكم بعض ها أش معنى مخلص منيش خلصنا هذا يقول خلصنا من الجاهل وهذا يقول خلصنا من الخطيئة وهذا يقول أشني الخطيئة الخطيئة اللي من نروح أعترف هسه رح شويت لك رح نعترف الخطيئة عادة هي الخطيئة الأخلاقية هي الخطيئة ضد الآخر هي الخطيئة ضد الله هي خطيئة المبالاة الإهمال إلى آخره لكن يسوع بالنسبة له الخطيئة الحقيقية هي هذا الخلط بين الزيوان والحنطة بين النور والظلام ساعة الرب وساعة القلب هون 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 اللي افتهم ماربولوس بحيث ما قبل ماربولوس لما انقعد ويا بطرس وهو آخر الرسل اللي ما شاف يسوع غير ثانية وحدة على طريق دمشق قعد ويا بطرس يقول له لا تلعب على الحبلين يا يهودي يا مسيح يعني اكثر حدي كان من اللي عاشوا مع يسوع ثلاثة سنين ووقف هذا التيار اللي كان بطرس ميال له يعني شوية يهودية وشوية مسيحية وهالشكل كان يقول يقول وقفت في وجهه وبطرس طلع فعلا فعلا قديس لانه قبل ان يجي هذا ابن البارحة ويصلح مساره لانه كان على حق النعمة والحق زين هذا هذه التجربتين هذه التجربتين بي مجاذبية ان اكون متطرف يهودي في الريس واحد زايد واحد يساوي اثنين منطق عقلانية هذا كثير ناس يعجبهم طيب واضح يسود يبيض ان تكون عابد للأساطير والقصص اللي سمعتها من انت طفل هم عندها جاذبية ما بيها ما بيها غلط ليش لانه هذه كلها رموز عالمية وآبانا واجداد ليش انت حسن من آبانا واجدادنا اللي اخترعوا هاي القصص انت تشفتهم اكثر منهم من انت يقول لولو اليسوع برشت نجار من الناصرة وهل يخرج شيء صالح من الناصرة ولهذا يسوع رح يقول طوبة لمن لا يشك فيه طوبة اش عنده يسوع هل قد خطر بحيث صلبونه بحيث قام بعد فترة من كرازته كان يقلس قبل على البحر يقعد بالسفينة ويحكي طوبة ويحكي اشكراها ما يخاف بس بعد مرور 18 شهر من الثلاثة سنين اللي عاش مع الرسل قام يختبئ يخاف وحتى يهوذ راح باعه حتى الرسل قاموا يخافون والرسل بذيك الفترة قالوا احنا شلنا بيانه فتركه عدد كبير من تلاميذه لأن شلد يطلب من الناس ما يشوفون كنور ولهذا يسوع لمن بالفصل السادس من يوحن من يحكي عن أنا خبز الحي يقول فتركه عدد من تلاميذه قلم انتم لو كنتم عميانا لما كان عليكم خطيئة لأنهم لأنكم تقولون إننا نرى فخطيئتكم ثابتة قيحاول قيحاول يجيبهم على نور من نوع آخر المأساة هي هذا النور الداخلي شون أنا أدخل نور وداخلي عتمة ظلمة شون أنا أخبز خبز وما ألقي الزيوان منه ولهذا رح يحاول يسوع أن يطرد الشياطين حتى ينزل الروح القدس وهذه أيضا نماذج النماذج النماذج هو الروح القدس رح يخترع يسوع فد مسار حتى ينالون الروح القدس ولهذا بالبداية ما كان يفهمون الروح القدس رح يقلم عندي أشياء كثيرة أقوله لكم لا تستطيعون الآن حملها لكن متى يأتي روح الحق يرشدكم إلى الحق كله ويذكركم جميع ما قلت لكم هون احنا وصلنا إلى مرحلة مفصلية اللي بي التلاميذ ما كان يفهمون ومار يحن يقول ولما قام يسوع من بين الأموات تذكروا فلما يسوع يقل لنا بالقربان بالقداس يعملوا هذا لذكري حتى أنتم لمن تحضرون القداس حاولوا تحكون رأسكم أن أش لازم الذكر أش انسيتو مشكلة النسيان هي مشكلة كبيرة بنا احنا صحيح تعلمنا تعليم مسيحي وتناول وحضر نا قداديس بس غالبا ما من تجي تعصر قلبك وروحك وعقلك ما يطلع إلا شوية أساطير أو شوية شريعانية يعني لازم إيه لازم أسمع كلام أنا لازم أعمل وين هذيك المعلومات وين هذك النور الحق والنعمة وين هذا احنا لا تدخلنا في التجربة التجربة أمامك بالمرصاد وهذا عندنا واحد ماربولوس وواحد ماروغسطينوس اللي راح يكونون حذرين ماروغسطينوس أيام شبابه كان عنده علاقات فيقولون أنه وحدي من صديقات القدامى جلت علينا دقة الباب هو شاف من الشباك فدقة الباب ما فتح الباب قال من قالت له أنا فلانا قال من تريدين قالت له أريد أغسطينوس قال أغسطينوس اللي كان تعرفينه مات والأغسطينوس اللي ويقف خلف الباب هو غير واحد ما عدك علاقة بينه روحي الله معك هذا هو الموت والقيامة اللي يفهمونه المهتدين ماربولوس راح يقول لست أنا الحي المسيح حي في فإذن هذا الخلاص أشنو ليش احنا نحكي عن يسوع كمخلص لأن الخلاص هو حرية رب أولادكم على الحرية أسألكم هل أنتم أحرار أشي قيدكم أشي قيدكم أشي قيدك هذا فحص ضمير أكو ناس يقيدهم خوف أخاف لاحظوا أن أكثر كلمة أسمعها عند الأهل هي أخاف أخاف على مستقبل أولادي أخاف على شغلي لا أفقده أخاف من الفيضانات البيع هاي أربيل كنا نحسدها خطي جاء شوية مطر 12 شوية حد مات وكنا أبو نصلي وخوش سايق خلصنا وقدرنا نوصل ساعة وربع وصلنا من مدخل أربيل إلى عنكاوة إحنا نخاف لأن إحنا حياتنا حياتنا فراجيل سريعة العطب طب ومات زين شون شون أعيش شون أجيب أولاد شون أربي قسم من أصدقائنا وحبايبنا قالوا نروح على بلد أكثر آمن أكثر أمين غاحوا وجدت كورونا وأكثر شعب راحوا بالكورونا هي ولاية المتحدة أكثر ضحايا بالكورونا هي ملايات المتحدة وين أنهزم وين أولي وين أروح هل الخوف هو قياسي هل الخوف هو قياسي أو أكو تجربة من يسوع يقول لا تدخلنا في التجربة التجربة الأولى هي أصير متطرف مثل بولوس ومثل أوسطينوس قبل اهتداؤه تجربة الأولى التطرف ليش عندنا بزماننا متطرفين بكل الأديان التطرف إما قومي إما فلان لغة إما فلان طقص إما فلان قانون هذا تطرف أحسن أحسن شيء نزانم راحة أجانم أنه خلص أنا أمسك المصطرة وهذا هو أمشي علي الشريعة مصطرة الأسطورة مصطرة يسوع يطرد الأسطورة ويطرد الشريعة ويقول اهدموا هذا الهيكل وأنا أبنيه في ثلاثة أيام وكان يعني هيكل الجسدي التجربة الثانية هي التجربة الأكثر انتشار بالعالم لا تفكر لها مدبر إلا مبالات الدينية بحيف أعرف الرجيل من تروح مرته على الكنيسة كل أحد يقول لا ما تقل يشكوا بالكنيسة قال يشريح على الكنيسة أشن الفائدة هاي الشغلة طعم خبز ايه طعم شوية خبز ما قليل اللامبالات الدينية أخطر بعد من التطرف لأنه ملايين البشر اتعمذوا أو انتموا إلى ديانة بس ما أخذوها كشيء ما بقى بينوا فائدة ما ما كو حاجة تعب نفسي أش راد يسوع فعلا واحد لو يسأل نفسه أش راد يسوع من عندنا إذا ما راد شريعة وما راد أسطورة وهو لا يصير أسطورة الله يخليكم لأنه إذا حولنا يسوع إلى أسطورة كل شي ما سوينا ولهذا من نقول قانون الإيمان بالقداس خلي نفكر بالكلمات ما هي أسطورية يعني قبل كل الدهور وإله من إله نور من نور ديروا بالكلم لا 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 تروحون على الأسطورية ولا تروحون على الشريعانية لا تروحون لا هني ولا هني هذول اثنين مخطرين ومرين بيهم خلال العصور زين وين نقف نقف بالنص نقف بالحرية أنا اليوم عمري سبعين سنة أنا حر بهاللحظة أن أكل أن أنام أن أطلع تفتل أو أن أصلي أشن أشن اللي لازم أعملو يلا بسيطة الله كريم بعدين لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد ياما وياما أكو ناسي أجلون الاهتمام بالحياة الأبدية ولهذا من يجي الموت أو من أقبح من الموت أذكر لمن يولد لمولاد ويجون الولاد يسألون بعض الآباء والأمهات بابا منه خلقنا طبعا الله زين الله منه خلقه هون معلومات وكلها تبوك هو شون يجاوبوا هذا الطفل وكل ما يقبر الطفل كل ما تزيد أسئلته إحراجا للأهل الجهلة الله خلقنا أحرار حتى نقرر نقرر أن نعرفه ونقرر أن نكتشفه وحتى نتعلم نترجم اللغة اللي كتبها إلنا أكو ستة لاف وستمائة لغة بالعالم نعرف وحدة ثنتين ثلاثة أهل كاركوك أربعة بس ستة لاف وستمائة ما حد يقدر يتعلم بس أكو لغة وحدة الله كتبها بهالديني هي لغة الخليقة العالم لغة الديني لغة فالشيء بديع أنه أتعلم أقرى العالم السماوات تتحدث بمجد الله والأرض تخبر بما صنعت يداه زين شون أتعلم أن أخاطب السماء وأخاطب الأرض وأشوف أشكي قولون هاي لغة فإذا تعلمت أن أقرأ لغة السماء والأرض ما راح أقراها مثل بابليين بالأبراج الأسطورية ولا راح أقراها مثل الغنوصيين اللي قروها بأنه مثل ما الشمس تشرق هكذا يسوع يشرق بالحقيقة لا تنقهرون أول من احتفل بعيد الميلاد خلال مئة سنة قبلنا هم الغنوصيين هم اخترعوا خمسة وعشرين اثنى عشر ليش لأنه الشمس الحقيقية هو يسوع إحنا بعدين سحبنا لبساط من تحت رجل وشوية شوية حاولنا أن نصحح المسار مالتهم بس هم ما كان يهمهم يسوع أصلا كان يقولون يسوع ما عنده جسد جسده هيولي يعني جسده خيال جسده ما مهم لأن كان يكرهون المادة يكرهون الجسد الغنوصيين كتبوا أناجيل وانخدعوا ملايين المسيحيين بهم وتبعوهم عندنا نحن أربع أناجيل وكم رسالة يعني عهد الجديد كله ما يعادل الكم الهائل تاك اليوم شوفتونه لابونا قيس الكم الهائل اللي كان جمعتونه من أناجيل منحولة أكثر من أربعمائة سفر هذه الأناجيل الأشني هي محاولة لجر المؤمنين ولهذا ماربولوس رح يصير قاسي على هذولي اللي اللي يمشون خلف التعاليم السفسطائية مثل سقرات مسكين كان أكو فلاسفة مثله يعني دور على الحقيقة وكان أكو سفسطائيين يعني لغواتية يجيب أش ما تريد أقنعك أش ما انطيني أقنعك بالشيء وبعكسه هاي سفسطائية يا ما أكو ديانات صفسطائية أكو ديانات مع الأسف ما تدخل جو بس بلا 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 مثل هذا القرار مع كوب 27 بغلاسكو قبل قبل شهر يمكن رؤساء الدول حتى يقللون من المآسي مع البيئة مع الفيضانات مثل مع البارحة خطي أربيل وهاي وبعد وين ما وصلنا يعني إذا ما نوقف الانحباس الحراري بالكرة الأرضية ولهذا جدت هاي البنة السويدية هاي هاي الخاتون أمر خمسطعش سني قالوا شنو رأيك بالقرارات على ذول السياسيين مع قلاسكو قالت بلا 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 يا ما قيف يفكرون بنا قيف يفكرون كل واحد منهم بالكرسي ما لتو ما يفكرون بالطبيعة ما يفكرون بالانحباس الحراري ما قيف يفكرون إلا بمصالحهم وبجيبهم وبفلوسهم والدني قد تتدمر ما هذول يقاي صيدون حيتان ما بقى 98% من الحيتان انقرضوا بسبب اليابانيين يعجبهم لحم الحود ما خلوا حود بالدني ما خلوا ما خلوا اسد ما خلوا نمر الصينيين يقتلون ال وحيد القرن بس حتى ياخذون هذا القرن ما له فيما عندهم إذا أخذوا القرن هذا وحيد القرن إذا جرشونه ويستعملونه كدوى معروف ضد ضد الضعف الجنسي وما عرف إيش فاللغاوي اسطورية احنا مبتلين مبتلين بأساطير الصيدليات أساطير الأكل والشرب ولازم تأكل هذا وما تأكل هذا ولازم إحنا مبتلين بالأساطير ومبتلين بديانة متطرفة تخضعنا لازم تعمل هكذا لازم تأكل هكذا لازم تمشي هكذا لازم منه منه يخلصنا من هذول الاثنين الأسطورة والشريعة بس الحر الوحيد بالدني نموذج الحرية هو يسوع ويسوع نفسه ما يريد يكون نموذج إلنا ما هو نموذج هو طريق يقول إن الذي يسمع كلامي ويعمل به يعمل أعمالا أعظم مني معبولة ما يقول يسوع أنا المقياس لا أنا الطريق يعني بيك خير ومشي تجري من بطنه أنهار وماء الحياة ولهذا ما كو حر مثل يسوع ما كو قديس مثل يسوع ما كو حياة ونور إلا بيسوع إذا هاي فكرنا بيا راح نتحرر من الوسواس والقهر وكل العقد اللي أمي وجدتي ونانتي وخالتي أعطوني هي أحكيكم فات قصة كان أخوي بعدي أصغر مني ثمانة سنين فأنا كنت بالسمنير ستعاش سنين هو عمره ثمانة سنين وكننا في منطقة ما بيا كنيسة فقدت له أنت ما يسير تبقى بلا تناول تعال دعلمك تناول عمري ستعاش سنين فيما عندي يعني أقدر حضروا للتناول فحضرتونه ودرستونه ويسوع هالشكل والقربان هالشكل وراح نروح على القداس وبالقداس نتناول وهالشكل أنت تناول أول بوحدك وخلص لا ترأتي لا شيء علمتونه كل شيء فرحنا للموصل وسمعنا قداس وتناولنا وركعته وركعه بجنبي أشو بعد شوية ينخسني قل لي وشوف ها قل لي ماكي أطيق أبلعو قتلوا ليش علسوا قالوا لا قتلوا ليش قال عمي قال دير بالك يتخسنانك يقتلوا أنا ستة شهر أحضرك للتناول عمي قلت لك كلمي وحدي صدقت عمي وما صدقتني هاي أروع مثال على شقد إحنا ممكن نربي الوسواس الديني الخوف الخوف من الديانة الخوف والمعتقدات الإسطورية أو الشريعانية ثنين أكبر خطر إن شاء الله إن شاء الله أكون كنوصلت هاي الفكرة أتكم بأنه سر التجسد هو سر التحرك جسدنا يتحرك عقلنا لازم يتحرك عقلنا لازم يقبر جسمنا لازم يقبر ديانتنا لازم تقبر الله بداخلنا يقبر حتى ولادة يسوع أخاف تتصورون أنه يسوع ولد مرة وحدة بس لا يسوع بالإنجيل يولد ست مرات رح تقول لي شلون يولد يسوع بيت لحم ويولد يسوع لمن عمره 12 سنة يضيع ويتلقينه مريم ويوسف ويولد يسوع في قانا الجليل هاي تلاثة مو ويولد يسوع فوق الصليب يولد ويولد يسوع بالقيامة ويولد يسوع بحلول الروح القدس هاي ست مرات ويولد يسوع بالعماد بيكم يولد حتى أنت تقول مع أبولس لست أنا المسيح حي في إن شاء الله أكونكم وصلت الرسالة وصلت هذا النور نور الحرية اللي جابه يسوع والله يحفظك شكرا اشتركوا في القناة